بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلح باباتي راكو كامل بخير وكامل مهنيين اليوم راح ندر معكم غريوش هاد الغريوش تاع البونبون كما يقولولو غريوش الحلوة كينزوج أنواع تحاد الغريوش كين يخدموه داخل الفرن وكين يخدموه في المقلع أنا اليوم راح ندر معكم تاع المقلع نبدأوا على بركات الله بسم الله هنا في الغيسيبيون تاعي سيارت 500 قرام تاع الفرن قسمتها على 4 نملح دو بارتي ودايمن نحط الملح نصيره تاني مش ما ينحي هادك اللي يخشيل حطيت نص كيز تا خميلة الحلويات وعندي 125 قرام تاع المارغارين لهنا أنا درت لنهنا تاع الفيوتاج وانتم ما إلا حبيتوا ما تدروا شتاع التوريق ديروا المارغارين نغمال ولا الزبدة ومبعد أهنا نحيتها غير باش تسهلي المهمة باش نقدر ندخلها تمتم في الفرنة التاعي هاي ليك لازم ترجع لي هاكدا مرملة وبعد نحكم كاس نحط فيه لفاني تقدروا تديروا مم لفاني ومبود لعندكم لفاني ومبود حطوها في مع الفرنة نحط حبيبة تاع البيض ونزيد مغرف تاع الخل ومبعد نعمر الكاس تاعي حتى يوصل لي نص كاس يوصل لي تحتها نص كاس نحكم هاكدا شوكا ونخلط من الحملة حتى يتحل لي ونبدأ دق المل هنا في العجينة تاع القريوش تاعي عجينة سهلة مهلة هنا ما تعجنوش بزاف سي ولم وبرك وكما يكفيكم شهذاك الخالط كملوا بالماء كما كملتان يا بالماء هذه العجينة التي تحصلوا عليها تكون متماسكة وشوية بركطرية لا تقوم بها جارية بزاف لا تقدروا تخدمه لا تقوم بها لا تقوم بها لا تقوم بها تحلوها في المشينات ونحكمها هنا سيغة وندخلها برك هذا ما كان هاكوا تشوفوا مانيش نعجن اني ندخن في هادوك المكونات مع بعض كي يدخلوا كامل مع بعضهم نديرها هكدا كورة نحطها في داخل ساشي ونخليها ترتاح لمدة 30 دقيقة هكدا حتى 30 دقيقة يعني لازم من فوق 30 دقيقة لفوق تقدروا تخلوها بصحت حتى 30 دقيقة لتحت ما تقدروش وشوفوا اللي هنا كي تجبدوها تلقاوها طرات وتعجن تروحها بروحها هنا أنا منزش نعجنها نحكمها نديرها هكدا بشغل بودة ونقسمها قسمتها هنيا الهنيا على ثمانية وانتو وما اللي هنا اللي عندكم اللي احبتو هي يعني كيتقسموا هكدا على ثمانية خير بش هدك البودة كيتطلقوه راح يجيكم الحجم تاع بسموه تاع هدك القريوش تاعنا ما لازمش يكون عريض بزاف وما لازمش يكون نرقيق بزاف وبعد نديرهم هكدا ديبولات كامل نرجحهم داخل الساشي هدك نخليهم يرتاحوا شوية بشي هكدا نحكم وحدا نتلقى هكدا في الطول السنك اللي تحبو اللي هنا بس كاح نورقوه هنا ما حينش ما شاهده والسنك اللي حين نخدمو به نديرو اللي هنا آآ أنتو كيمان نقولو كيمان نديرو وسمو البات بشيوتي نديرو للتوريق تاعو نبدو بأنتو ومبعد نتلقو هكدا كيمان راكو تشوفو ونزيد نعود نديرو كيمان تلقو هكدا ونحل نزيد نرش نشت تعي في البداية ما نرشيتش نشا بزاف خطرش عندي بزاف نشا ما حبيتش نزيد وهنا نزيد عود ترشيت نشا وندير اندو بلو تور هنا صافي كل حاجة درنا لو تخوات ومبعد نخليهم يرتاحون نخدم العملية هدي مع كامل هدو الكوائرات خليهم يرتاحون شوية ونزيد نجبدهم ونبدأ نتلق بالوحدة هنا نخدم بالوحدة نتلقها في رقم 2 ونذهب رقم 4 ونذهب رقم 7 ودائما هكدا نصيبها نشفتلي نرش بالفارينة كما راكو تشوفو الهنا هكدا نصيبها شغول طرات تحت يدي باش ما نرش بشوية بركتاع الفارينة كما راكو تشوفو ونعاود نحل العجينة تاعة لكم طلقتها في البداية رقم 2 وبعدها رحت 4 و بعدها رحت 7 كاي اللي يحبو يطلقو 3 4 5 6 7 أنا يعني العجينة راه شاب راكو تشوفو فيها خليتها ارتاح تعطيتها الوقت تاعة توريق ديالها حليتها في الاخير هاي لازم نحلوها رقيقة تقدوم تحلوها على رقم 8 لا قدرت هاكدا بش تجيكم رقيقة و اسمو الاخر ما تجيكم ش مع الجنال داخل أنا هديك رقيقة نديرها كين ديرها داخل الفرن بسرح هاكدا نديرها على رقم 7 7 ثاني كتجي شوية رقيقة ونبعد صبعتين تقدو تديرو غاباري وتقطعو وتحكمو تحطو ثلاثة فوق بعضهم حتى تكملو كامل عجينة تاحهم وبينتهم تديرو النشان بعد نجيب هاد الزرطاش ونبدأ نخدم فيهم هنا يعكسو هنا يا بالزربة حكمت من تحت الفوق يا لا لا تحكمو لا تخدمو في العرض خدمو ما تخدمو في الطل عفوا خدمو في العرض التاح لازم تجي شوية عريضة على هاد تحكمو هكدا يا القريوش تاكم بعد ما تحطو ثلاثة فوق بعضهم ونشاف بيناتهم هكدا يسي ورقو شطط وديرو هنا يمشي تخلي وطري خلي ولول يتساء بس كي تحطو في المقلة يقدر هادوك الأوراق تاعو تفتحو متروحوش تزيروها بزاف لا لا شوفو يعني نربط للفوق خلي تغيي شوية بكر يعني نربط للفوق ونخلي وش عليه هجيني هكدا كيشغل محلوش شوية ما تخافوش وبعد نحلو في الوسط في سكره ومورق ما نخافش منه نحكم حبيبة تاع الجوز ونحطها الداخل نحطها هكدا في العرض باش تقعد المفتوحة هديك الفتحة اللي تحت وهكدا نتحك عفوا هكدا نتحصلو على الشكل تاع البونبون هكو تشوفو فيه الهنايا ونكملو وشنو قلت لكم ديروها في الطول مديروها شفوا العرض أنا الهنايا غلط الهنايا جتني حبيبة شوية صغيرة ومخلي تلاش ليس باش هدو كل أوراق تعنيك في المقلع يتحلو كي يجيكم مغمومة رح يجيكم معجن شوية شوفوا اللي هنا يا هاي لازم يكون هكدا يا كين أني سباس من ومن كي تحطوا هديك الجوزة تاعكم وديروه في الطول ما تديروش في العرض أنا غير هديك الحبيبة بارك اللي غلط فيها ومزيز صورت كي عاود تخدمت في العرض هكدا شوفوا كيفش يخرج لكم وبعدها سخنوا واسموا المقلع سخنوا الزيت تاكم تستي وحبها وشوفوها هنا طيبتوا النار تحت المتوسط وانتو ما حسب المشينات تاكم كين ديفوا المشينات شوية خشل تستي وحبها حلوها صبتوها طيبة لداخل خلاص طيبوا تحت المتوسط لا صبتوها يعني ما طبق لكم شو لا حاجة زيدوا نقصوا شوية الغاز هنا الأمر يجعل لكم كيمال حلوة دين تستي وحبيبها لا تحبط ولا تتلع في الفرن ونرمي هذو الحبيبات التاعين نرمي بثلاثة باش نقدر نرمي لهم الزيت ونحل هذو 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 هنا حكمت جفنة حطيت فيها بابي أبصوربون وحطيت هم لداخل وخليتهم صفيتهم من هذو الزيت ليلة كاملة شوفوا كيف نجح العجين يخرج ما شاء الله يخرج بنين ستقوني يخرج من أرواع ما يكون وهنا التعسال ما تحطو الوالو دفي وبرك لعسل تاكو ما يتكون تقيلة انتو ما كي تحطو وعسلو فيه وما تزيد الوالو لما ظهر لحتى حاجة عسلو كامل وحطو هكذا في قطارة ونجيبوا هذو اللي نبخون تاعكم وجدوهم كامل هكذا فوق البلان تخافي ميد كما أنا بالحب أنا في الآخر عاودت لتخافي ميد هكذا هنا لنوري لكم نستف كامل هذو اللي نبخون تاعي دوري هذو ما نستف كامل فوق البلان تخافي ونحط ونجي راح نخبيهم ونحطهم داخل هذا النبخون البيض اللي را كنت شوفوا فيه هكذا كملت كامل الجريوش التاعي هنا الجلجلان ينتحط غير في الشط منه ومنه وحطو هنا هنا كنت راح نبدي ها ضيافة أنا حطيت هذو سنة والتحجي غير خليت لكم حبيبات تحبوا طيبهم هكذا شوية كلاكي ما نقول دهبي ولا تحمروهم هنا الأمر يرجع لكم ونتجار تشوفوا فيها من أروع ما يكن صدقوني خرج روعة روعة خفيف الضريف وتاع الفرن ماشي به الطريقة يخدموه ويعمره بزف ويحطوله تانيك مكسيرات بزف الداخل أنا دفت هذا تاع المقلع ويخرج تانيك بنين ما شاء الله كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم سمحولي كان شوية طويل لازم نكمله ما حبيتش ندير عن دو بارتي إن شاء الله هيعجبكم ما تنسوني في الجام ما كنت تنسوني في الجام بزف 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 بخطاج كومنتر دومتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا